فرنسا تشهد عن ثنائيتها الحزبية التقليدية فلم تعد المواجهة والتعاقب على السلطة بين اليمين الكلاسيكي واليسارف حسب بل هذه المرة اليمين المتطرف طرف ثالث في اختبار أخير قبل الاقتراع الرئاسي المقبل فتماماً وكما توقعت استطلاعات الرأي أهواء الناخب الفرنسي منحت التقدم في الدورة الأولى من الانتخابات الجهوية لحزب الجبهة الوطنية اليمينية المتطرف فقد حسم الحزب الفوز في ست مناطق على الأقل من أصل 13 منطقة لقد عبر الشعب عن نفسه ومعه فرنسا ترفع رأسها الجبهة الديمقراطية هي الجبهة الجمهورية الحقيقية لأنها الوحيدة القادرة على حماية الوطن والحفاظ على أسلوبنا في الحياة وتقاليدنا والدفاع عن كل الفرنسيين خصوصاً الأكثر ضعفاً وإن أصابت استطلاعات الرأي فإن الحزب نفسه يمكن أن يحسم الفوز في الجولة الثانية والأخيرة من الانتخابات بمنطقتين أو حتى أربع مناطق من إجمالي 14 منطقة ما يعني في المقابل أن الحزب الاشتراكي الذي كان يدير جميع المناطق تقريباً سيخسر مواقع تاريخية كان يشغلها منذ عقود نجحت قوى اليمين المتطرف إذن في كسب ود الناخب الفرنسي بخطاباتها التي وضعت اليمين واليسار على قدم المساواة في فشلهما في مواجهة التطرف التطرف الذي لا تمنحه هذه القوى وصفاً غير أنه خطر إسلامي جهادي أما الهجمات الإرهابية التي هزت باريس مؤخراً فقد كانت فرصتها لإدفاء مصداقية على خطاباتها المتطرفة تغيرات في موازين القوى السياسية في فرنسا تهدد بما لا يدع مجالاً للشك بتأزم وضع الجاليات المسلمة في هذا البلد أكثر مما هي عليه بالأساس خصوصاً أن في البلد ذاته اليوم لاجئين ينتظرون تسوية أوضاعهم فزعيمة الحزب ابنة مؤسسه ماري لوبين قطعت وعوداً على مناصرها بفرنسا جديدة لا تقبل بالآخر المختلف الذي تراه هامجيغان يهدد علمانيتها طموح للجبهة الديمقراطية قد تنصف به تحالفات إن عقدت بين الاشتراكيين والجمهوريين في الجولة الثانية من الانتخابات حتى اللحظة ارفض زعيم الجمهوريين ساركوزي هذا الخيار ما يفتح الباب أمام أسبوع آخر من المساوامات